اشتركوا في القناة انا مبسوطة ان الولاد بدلا ما يعودوا على الهاوي يلاقوا حاجة يعملوها اللي يخاف من ريشة وقون ما يقدرش يحكم شعب بيحلم ويرسم ويفكر ويغني الفن للميدان والميدان للفن وبين الفن والميدان تبقى ثورة يناير وملامح روحة الباقية في نفوس الشباب موعد ينتظره الشارع المصري او على الاقل قطاع منه السبت الاول من كل شهر في ميدان عبدين تعقد فعاليات المهرجان الثقافي الكبير وهو اخر ما تبقى من فعاليات ثورة يناير على ارض الواقع وهو متنفس حضاري ثقافي يحرص كل الحاضرين والفنانين المشاركين فيه على التعبير الحر عن اراءهم بالفن وبالمشاركة في فعالياته رغم كل المعوقات الامنية والمالية التي تقابل المشاركين والمنظمين وهم كلهم متطوعون لا يتقادوا اي اجر عن عملهم مازال الفن ميدان يقدم كل انواع الفنون غناء موسيقى رسم اعمال يدوية مسرح سينما نشاهد التفاصيل في هذا اللقاء مع احد الشباب الميدان هو احتفالية فنية ثقافية بتتنظم كل اول سبت في الشهر في ميدان عبدين هنا وفي المحافظات المختلفة اللي بينظم الفن ميدان هو متطوعين بدون تقادي اي اجر الفنانين اللي بيجوا على المسرح زي ما انت شايف كلهم بياخدوش اي اجر هما بيجوا متبرعين بالفن بتاعهم الجمهور ما بيدفعش تيكت ولا بيعمل اي حاجة هي بتتعمل في الشارع في الميدان يعني من حق اي حد انه هو يبقى الفنون والثقافة جزء من حياته زي ما انت شايف الفن ميدان هو بكل بساطة مصرح كبير في الميدان بيجي علي فرق كبيرة زي ما صاريك باري وكايروكي ورميصام وبسم يوسف جنة وعلي الحجار جنة كل فنين كبار بدون تقادي برضو اي اجر وجنة بعد كده فرق متوسطة لسه بتنشأ وفرق لسه صغيرة بتنشأ وفيه فرق جات معانا من سنين هي دلوقتي فرق كبيرة اي 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 ا كما ترى تجد فلاها كبيرة كل انواع الفنان ألاكي بانتمưa هي ساحة لتعبير عن الرأي شبها هو الفنان والثقافة و造ِّنا نتعلمه مثل governنا بفنانو الأثقافة وفلسرة الطائرжة ولا يوجد أي مشكلة أو أي اشتباكات الفن ميدان هو تعبير سلمي عن الرأي وجد فيه الشباب صاحة للتعبير عن انتجاهتهم السياسية وعن فنهم مستخدمين أصواتهم وموسيقاهم وألوانهم وكل تقتهم الإبداعية للمشاركة فيه وسط جموع الحاضرين الذين يشاركونهم أيضا بالغناء في جو يعيد للأذهان روح الثمانية عشر يوما الخالدة من أيام ثورة يناير 2011 لا تستطيع الثورة أن تستمر في الميدان إلى الأبد فللمطالب السياسية أو الاقتصادية آليات أخرى كثيرة غير الشارع لتحقيقها ولكن الإبداع يستطيع أن يسكن الشوارع والنفوس في كل وقت نشاهد الآن هذه اللقاءات مع بعض الفنانين والحاضرين أيضا حسيت أنه إحنا على الستايج أنه إحنا حسين أنه فيه روح الثورة وده شيء حلو جدا ده خلنا أنه إحنا أصلا قلنا ارتجال هو ما عملناش عليه أي بروفات اللي إحنا قلناه على المسرح ده إحنا قلناه كده عشان إحنا حسين أنه فيه حاجة لسه موجودة لازم نقوله بصراحة أجمل بروجيكت تم من أيام الصورة حتى الآن أنا سعيد أنه هو لسه مستمر الغايد دلوقتي في فترة أتعطل بس رجع رجع أقوى بيقدموا دايما حاجات جديدة ناس محترمة فن محترم فعلا البديل المغاير لنفسي يبقى كل فن في مصر كده الثورة مش بس مظاهرات ومش بس نظل مهدين واكتحامات وضرب وكلام بكله تمام أنا واحد بالنسبة لي ممكن منزلش مظاهرات لو كون مظاهرات بس أنزلت مع الحيطة الفكرة التي أجبناها من غير منزل مع كوية ناس ممكن بقى يبقى بيهم مندستين أو يحصل المشكلة فيحصل الخناءة فأنا مليس جعب بالكلام ده كله صباح الداية واللفة طرش الملح في السفة صباح اللعب على النق من الألعاب فقام النص فن ميدان حاجة جميلة واللي هي اللي تبقت من أحداث الصورة حد الواقسي وأن فيه تعنط من الحكومة في الفن ميدان ده بالذات عشان هي بتضيق علينا وعايزة تلغيه يعني هو تقريباً الحاجة الوحيدة اللي تبقت جميلة من الصورة كلها يعني أكيد هتبقى حاجة كويسة أن هم يدعموا الفن والثقافة وحاجة جميلة زي دي الشباب بتبقى مبسوطة بيها بس يعني ما يأثروش على توجهها يعني حتى لو توجهها مثلاً بيخالف طائل الحكومة فما يبقاش لها توجه معين يعني عشان بقية الحكومة تبقى تبقى حاجة خاصة أنا أول مرة أجي بس مبسوطة جداً من ساعة ما جيت وأتمنى أنها تكون على مستوى المحافظات التانية أو تبقى كمان أحلى من المحافظات التانية الفن ميدان جميل جداً وعجبني الشباب اللي بيغنوا وأنا بحب أقرر المكان ده ونفسي يجب كل مرة يعني وجمال المكان ده حلو أقرر الفن ميدان جميل جداً 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 عماتاً بيخرج المشاعر من جوه الواحد بدلاً بروح يخرجها في حاجات تانية فهو الفن بيخرج كل كل كلام حلو قدام الناس بيعرف تلع الجواك صح بيطلعه في مكان كويس ما تروحش تعمل حاجة غلط أو تدر حاجة مش كويسة فنفسي يكمل أول الفن ميدان بالنسبة لي كحاجة تقريباً بيتمثل عن صورة الشباب أو بيتمثل الشاب يعني إيه دوافعه إيه منهجه اللي بيحاول يمش عليه المواهب اللي عنده بيقدر يطلحها سواء لو هو بيبقى على السج بيغني أو هو حاجات هند ميد بيحاول يطلحها بيبقى موجود هنا ما بين الناس بيعرف حكاوة عن الناس بيعرف الدنيا ماشية إزاي سواء من غنى ناس يعني الفن ميدان حاول لوصلنا لطريقة نفهم شعوبنا متراك ويصحوف وإحنا في الفن ميدان هو بش بلد واحدة مصرفي إحنا منه بنشجع على فلسطين وبندفع عنها وبندي فرصة لأي حد أو هو كمان الفن ميدان بيدينا فرصة إن إحنا نطلع المواهبة اللي هي ممكن تبقى جوانا وجد الشباب في الفن ميدان مساحة لعرض مشغولتهم كمان اليدوية وبعها للحاضرين لأنه هو ميدان للفن وكمان للعمل وكسب لقمة العيش والخروج من دوامة عدم الإمكانيات ولإيجاد مخرج من أزمة البطالة بالفن وسط جو احتفالي يطفي على ميدان عبدين بهجة ذات نوع خاص دعونا منشاهد هذا اللقاء باجي بحتفل كل أول شهر معايا من احتفل طبعا كل شهر بيحكي عن نفسه الشهر ده بيحكي عن الفلسطينيين والهازل اللي حصل ليهم اللي يام اللي فاتت ده فيام رمضان فيام شهر رمضان بس كده بس طيب انت يعني بتجازي معاك البيع هنا وبتكسب والله الحمد لله كل يوم عربك بيرزعوا الناملة في قلب الحجر كل يوم ليه رزعوا أول مرة ليها هنا بس التكريبة ممتعة الصراحة يعني نوية إن شاء الله أن أنا كل أول ثبت من كل شهر نوية قرارها كل شهر إن شاء الله بس الجو أساساً جو روعة هنا والشغل ممتاز جميل بس أحسنا عيك أنا أنا حاسة بالشغل اللي أنا بعمله يعني حاجات كلها أصناعي دوية حكسي دي أنا اللي بعمله بيدي يعني بس يعني كفية أنا المبسوط بإعجاب الناس بيها يعني موسيقى 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 هذه الفعالية الفن ميدان بتعقد السبت الأول من كل شهر لكن في الشهر الحالي لم يخرج هذا الحدث الثقافي إلى الميدان في موعده لدواعي أمنية لكن بعد تدخل بعض المسؤولين وأصرار منظمي الفعاليات ودعم وزارة الثقافة تم إقامته في السبت التالي ويتبنى الفن ميدان كل شهر قضية أو موضوع رئيسي تدور حوله الأنشطة هذا الشهر كانت غزة هي موضوع الميدان ومحور إبداعه فن ميدان ساحة مفتوحة للإبداع والحرية معتمدة على نقطتين لو ما جلناش الناس هنبقى مجموعة قد كده بنتكلم بعض فعشان كده الناس موجودة معانا لأنه إحنا قدمناه الناس تسخ فينا لأنه إحنا بنقدم لهم فن حقيقي وإحنا إحنا بنحترمهم فده عشان كده العنصرين بتوع الفن ميدان الناس اللي بتيجي أنها تشوف كل الفنون كل الفنون أنتوا شفتوا الشهداء مرسومين فيه على أماش أو على ورق أو على الجدران النهاردة كمان عندنا لأنه اليوم إحنا كل مرة في فن ميدان بنختار موضوع موضوعنا المرة دي هو المقاومة الفلسطينية أو التضامن مع فلسطين فلسطين كلها مش فقط غزة إحنا بنعقد في السبت الأول من كل شهر لأسباب خاصة بالأمن ما قدرناش نعمل المرة اللي فاتت لكن لما أخذنا التصريح كل زمائل المنظمين اتفقوا فورا أن إحنا نعمله السبت ده وعشان ما نفوتش شهر من غير وما نفوتش فكرة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع غزة النهاردة أنه هاردة أنه زي ما بتشوف زي ما أنتم شايفين أن الفن ميدان ألاف الناس جاية بتخش من غير تذكر الدخول ساحة مفتوحة لكل أنواع الإبداع للسينما للمسرح للموسيقى المختلفة للفنون للرسم على الأرض للرسم الدرافيتي كل الفنون موجودة وتقدم مجانا لأنه هو ده معنى الفن اللي بيحتم الميدان والفن الموجود في الميدان إحنا أخدنا دعم سابق من الدكتور عماد أبو غازي لما كان وزيرا للثقافة وده الدعم الوحيد اللي حصلنا عليه بمناسبة إن الدعم الجديد موعدين بيه وليسا ما أخدناهوش إنما أخدنا دعم وإحنا مش ضد إن إحنا ناخد دعم بالعكس ده حقنا بالضبط إنه حقنا وحق الناس دي إنه وزارة الثقافة دي مش ميزانية الشعب إنها تيجي وتصرف جزء منها للناس دي إحنا هناخد فلوس الدعم ده عشان نقدر نعمل في 16 محافظة الفن وسيلتنا الوحيدة لغسل التلوث السمعي والبصري والفكري وقلت تاني إن اللي يخاف من ريشة وقون ما يقدرش يحكم شعب بيحلم ويرسم ويفكر ويغني موسيقى علاقة الدولة بالفن ميدان علاقة ملتبسة فهو نشاط ثقافي تلقائي شعبي لكنه أصبح الآن يحصل على دعم مادي من وزارة الثقافة يحرص المنظمون على التأكيد على استقلاليتهم بس في نفس الوقت بيتفهم كثير من المسؤولين إن الشرع المصري يحتاج إلى هذا المتنفس الثقافي والفني الذي يقفز فوق بيروقراطية الدولة وهواجس الموظفين ومحاولات البعض معادات كل ما يحمل صيغة التمرد والتواصل بين المثقفين وبين الشارع دعونا نشاهد هذا اللقاء مع الدكتور مسعود شمان رئيس هيئة قصور الثقافة ليحدثنا عن علاقة الدولة بالفن ميدان ومحاولات نشر هذه الفعالية من ميدان عبدين بالقاهرة إلى ميادين أخرى بمحافظات مصر لكن بعد فاصل قصير